اللي قاعد يصير في قصة ونبيس اللي قاعد يسويه أودة في التفصيل والتعمق في شخصياته اللي قاعد يقدموا أودة في الجانب الدرامي داخل هذا العالم أقسم بالله ما أعرف وش الكلمة اللي ممكن تصف جمال اللي قاعدين نشوفه أوكي تعودنا من أودة على كتابة الحزن والتعاسى والخلفيات الدرامية الحزينة بشكل جدا مبهر ماضي كومة ماضي كومة يا جماعة مش طبيعي مش طبيعي وترى مو سهل أبدا إنك تكتب شي تعيس ومعقد بهذه الطريقة مرة مو سهل وهذا واحد من أكثر الأشياء اللي خلتني أقول أنه ونبيس هو أفضل قصة وجدت حاليا أودة مخلص جدا لكل جزء لكل تفصيلة صغيرة كانت أو كبيرة في قصته لما يقرر يكتب فلاشباك يعطيك فلاشباك حكاية سطر سطرين لقطة لقطتين ما تكفي لا يعطيك تفاصيل دقيقة جدا يخليك تفهم الشخصية من جميع أبعادها كومة عرفنا من قفولته إلى صباه إلى شبابه إلى مشيبه إلى أن تحول إلى رجل آلي كل شيء عن حياة كومة تقريبا صرنا نعرفه خلاص كومة الآن شخصية واضحة مئة بالمئة بالنسبة لنا ما عاد فيه أي غموض تجاه كومة كل الغموض القديم ذاك انمحى واختفى تماما وصرنا الآن نعرف كومة الحقيقي بشكل مرة واضح وهالشيء صراحة زي ما قلت لكم أنا مرة أحترمه في أودا وهذا واحد من الأشياء اللي تخليني دائما أسأل يا أخي كيف أودا قادر أنه يكتب الأشياء ذي كلها كيف قادر أنه يسيطر على كل شخصية في عالمه ويقدمها كأنها بطل القصة ماهو شيء سهل أبدا ماهو حاجة أي إنسان يقدر يسويها وبشكل عامي جماعة يعني كومة ما كنت أتوقع أننا راح نعرف الكثير عنه لدرجة أنه قد يصنف ضمن أفضل الشخصيات في قصة هومبيس ضمن أفضل الفلاشباكات في قصة هومبيس قصة عظيمة لكومة قصة عيسى رحلة مليانة معاناة ما كنت أتصورها أبدا وبخصوص هذا الفريم يا جماعة في الفصل الماضي الفريم هذا بالتحديد خلاني أجلس أصيح خل دموعي تنهمر وأنا أقرأ الفصل بخصوص هذا الفريم يا جماعة يقول الشاعر إيش يقول الشاعر؟ ركضت تجاه الشمس أبحث عن حياه حتى بكت عيون الأرض من خطواتي يا كومة إيش سويت يا أودا في الإنسان هذا ليه ليه القسوة هذه والله أودا والله أودا عنف كومة والله والله يعنفه في القصة تعنيف يعني تخيلوا حتى القسوة هذه اللي قاعد يكتبها أودا مش سهل تنكتب مش سهل جدا أنك تبني شخصية بهذه العظمة وتكتب لها الخلفية الدرامية الرائعة هذه عظيم عظيم أودا عظيم جدا أنا ويز يا أخوان وناقشة الفصل 1103 قبلوا لايك واشترك في القناة وفعل جرس تنبيهات ويلا بينا نبدأ على طاري خلونا لايكات ومدري يا جماعة مش معقولة لما دخلوا على الحصيات الفيديو 88% من اللي تابعونا الفيديو ما يتفعلوا معه يعني يشوفوه كذا عصامت ويفقعوا يا أخوة حط لايك يا أخوة إذا عجبك الفيديو وترى مرة أنا وسيع صدر إذا ما عجبك حط دسلايك مرة عادي بس لا تنسى تفاعل مع الفيديو شوية كمون مين أتوقع أننا يعني وصلنا للمرحلة نمون مع بعض يعني ما يحتاج يعني تستحي مني أنك تحط لايك ولا تحدس لايك تعيش حياتك طيب يا جماعة افتتح أودا الفصل 1103 بالعودة إلى الإقهد أخيرا واللي مثل ما توقع الكثير من الجمهور إنه العودة لها واردة واردة خلاص ما تبقي شيء نعرفه عن حياة كومة ولنا في هذا المشهد اللي افتتح أودا فيها الفصل اللفتة جدا جميلة ومعبرة الفريم هذا يعبر عن كمية المشاعر والاحترام والتقدير بين فيغا بانك وبوني يا كانت حاقد عليه كانت مرزة علىنا منه ما هي دارة إشة سالفة كانت غضبانة منه بس بعد ما خرجت بوني من غرفة الذكريات إيش راح تسوه والدموع على خدها رجعت إلى حجمها الطبيعي رجعت إلى شكلها الحقيقي واحتضنت فيغا بانك ممكن تفهم الحضن هذا على أنه اعتذار ممكن تفهم الحضن هذا على أنه انكسار وقهر وممكن تفكر أنه بوني جالسة تبحث عن شيء فيما مضى كان موجود والحين معاد صار لوجود اللي هو كومة معاني ورمزيات كثيرة جدا ممكن نطلعها من الفريم البسيط هذا لهذه الطفلة اللي تحتضن هذا الرجل العجوز فأودا جالس يكرر علينا مرة مرتين أودا كده قاعد يحس أن الجمهور لسه مو مستوعب يا جماعة تروها طفلة بوني طفلة هذا شكلها الحقيقي شايفين كيف طفلة بريئة مسكينة تبحث عن حب تبحث عن حنان تبحث عن أحد يحتويها يب هذه بوني انسوا الشكل القديم اللي صورت لكم فيها أنها بنت كبيرة لا هي مش بنت كبيرة هي طفلة صغيرة وعندها احتياجات أي طفل صغير في هذا العالم أودا قاعد يكرر يقول عاملوا بوني معاملة طفلة هي طفلة أصلا انتبهوا تعاملوها على أي مبدأ ثاني لا تحقدوا عليها لا تتمنوا لها الموت طفلة هيا بالله مين كان يتوقع شخصية ظهرت في الأرخبيل شابوندي ضمن أعضاء الجيل الأسوأ فجأة تطلع الطفلة هذه أو الشخصية هذه اللي هي بوني أحد أهم أعمدة واحد من أهم أركات القصة اللي هو أركة الإقهيد يقلع إبليس إبليس أودا في الربط انت كيف انت كيف أرخبيل شابوندي إقهيد شخصية ظهرت هناك شوية كذا وفقعت الحين صارت مرة مهمة هنا شوتو كيف هذا ما تشوفه في أي قصة مو شي سهل تشوفه في أي قصة هذه هي هوية ومبيس قوة الربط قوة تقديم كل شخصية على إنها شخصية رئيسية وبطلة أخ منك يا عودة أخ منك يا عودة عن أي قلم انذهبين تكلم يا جماعة طيب يا جماعة خلونا نتكلم عن قد إيش ساترن مرة مرة حقير وواطي وجزمة وسامحوني من الحين ممكن نستخدم مصطلحات كده وألفاظ ما علي زي ما قلت لكم منمون على بعض إن شاء الله الساترن ساترن كلب رمة يجبرك إنك تخرج يسوأ ما فيك الغريب يا جماعة والمرعب في نفس الوقت إنه الحقارة اللي جالس يمارسها ساترن وركز معايا في الكلام اللي بقوله الحين اللي قاعد يسويه ساترن ماهو تمثيل مش تكبر لا يعني حتى مش قناعة الموضوع كأنك كيف تتكلم خلوني أوصف لكم الموضوع بشكل أبسط تعرف لما تمشي في الشارع وتظهر قدامك حشرة تقوم تقول خليني أقتلها لا تقرسني خليني أقتلها احتياط ما تدري ليش قتلتها حشرة تدعسها وتمشي ذبابة طح قتلتها فار يطلع لك في المطمخ تخبز أبوه بالمكنسة ما عندك مشكلة ما أعتقد إنه ضميرك راح يحسسك بتأنيب الضمير لأنك قتلت حشرة ولا قتلت ناموسة مأذيتك ولا قتلت ذبابة ولا قتلت جرد الذبابة لا تعني لوجودك شي في هذه الحياة طز فيها الناموسة نفس الشي ويش يعني ناموسة الفأر مجرد كيان مؤذي لك في هذه الحياة وقتلته هاي شايف قناعتنا هذه بإنه حياتنا أهم من حياة الناموسة وأهم من حياة الذبابة وأهم من حياة الفأر هذه القناعة موجودة عند ساترن حياة البشر إيش يعني بشر ما هم بشر أصلا هم حشرات ويش يعني أقتل إنسان ويش يعني أسوي تجربة على طفلة ويش يعني أسوي اتفاق مع شوية إنسان وبعدين أخلف بهذا الوعد طالما إنهم مش من طبقة النبلاء ولا التنانين السماوين حريقة أقول لكم شي حتى طز وحريقة يمكن ما يقولها طربت لكم مثال بالحشرات اللي ندعسها ونقتلها يوميا في حياتنا اليوميا قيت فكرت قيت جلست نايم كده حزين إنك قتلت حشر ألا البشر في عيون ساترن أو عامة الناس في عيون ساترن وعيون الكبار الكلاب اللي في مريجوها لا شي إيش يعني أخطف واحدة وأتزواجها وسوي عليها تجارب ورميها في الشارع عادي مجرد حشرة كأنك أخذت لك بسة يعني إذا بنلطف الوضع أخذت لك بسة وبعد فترة ما قدرت تتحمل عبقها قمت عرضتها للتبني ورميتها واشترميها في الشارع تعرضها للتبني وتعطيها شخص غيرك يعني اللي بوصل لكم يا جماعة البشر في عيون ساترن مجرد حشرات حرفيا حرفيا حشرات عرفتوا قدي إيش ساترن مرة جزمه حيوانه حقيق فيقابانك قاعد يقول له هاي إنت سبب كل شي طلعت إنت اللي سببت المعاناة لعائلة كومة خاف الله يا شيخ ورد عليه بكل بساطة ساترن قل له يا بوي يشبك ترى شوية حشرات يا ابن حلال ويشبك مرة مكبر الموضوع شوية حشرات الله يقهرك يا ساترن والله يقهر يا عيال والله يقهر والله يقهر والله يقهر الله يوريني فيك عجائب قدرته يا شيخ طيب يا جماعة بعد كذا خلونا نتكلم عن مستخلص الفاكهة واللي هو عبارة جديدة ولا أدري قدي إيش ترجمتها دقيقة يعني بس ترى الموضوع مرة مش معقد لا تعقدوه يعني خلونا نفكر بعبارة مستخلص الفاكهة بأبسط طريقة مرة ما أنا بنتعمق في التحليل مستخلص فاكهة حاجة يستخلصون منها الشيطان اللي جوت الفاكهة بطريقة ما بحيث تصير قابلة إنك تعطيها لطفل صغير أو رجل كبير ما يفرق إيش يعني يا وجيه أبسط شيء عصير اعصر الفاكهة وقدمها عصير وشربها الطفل خلاص صار عنده قوة فاكهة الشيطان أو ممكن ممكن إذا بنحلل شوية بنقول أن ساترن اخترع أداة يستخلص فيها الفاكهة هذه أو يعصرها بطريقة ما بطريقة علمية يعني مش مجرد عصر ويطلع قدرة الفاكهة على شكل سائل بحيث يشربها الطفل رضيع فما ودي نفحط ونتفلسف في الجزئية كثير أودا اللي قاعد يحاول يوصل لنا من هذا الحوار إنه هذا الآدم عالم ترونه عالم يا جماعة عنده مختبر عنده أبحاث عنده تجارب زيه زي فيقابانك قد يكون أقل عبقرية من فيقابانك بس ترونه عالم ولعل جيني المسكينة كانت أحد في إيران تجاربه وشفنا في الفصل لما يتكلم أنه سوى عليها تجارب وجب لها المرض هذاك والمرض هذاك انتقل برضو إلى بنتها وبرضو هو اللي سوى التجربة واستخلص الفاكهة وحطها في فم طفلة رضيعة تخيلوا إنه في إنسان حقير لدرجة إنه يسوي تجربة على طفل رضيع يقلع أم أم حقارتك يا ساترن وهذا يرجعنا لنقطة إنه ساترن ما يشوفنا أصلا يا عمي إيش اللي بيصير في إيران التجارب في كل المعامل يسوي عليهم تجارب يقتلوهم يعذبوهم إيش فأر مجرد فأر تجارب إنت يا إنسان في قصة ومبيس مجرد فأر تجارب بالنسبة لساترن ساترن عبارة عن كوم من الحقارة والدناء مستحيل نقدر نوصفها طيب تخيلوا إنه ساترن هذا واحد من خمسة غير إيمو سما غير الفرسان المقدسين غير التنينة السماوية أجل كيف إيمو سما؟ إيش نظرة إيمو سما للبشر إذا هو يشوف ممكن القرسي والنبلاء والتنينة السماوية مجرد أتباع له البشر بالنسبة له إيش؟ ولا شيء ولا شيء فموضوع مستخلص الفاكهة بدل ما تاكل الفاكهة أكل تستخلص منها قوتها عن طريق سائل تحولها لسائل أو تحولها إلى شيء قابل للأكل بواسطة الطفل الرضيع ببساطة هذا هو مستخلص الفاكهة ما نبني تفلسف ولا بنكثر في الموضوع كلامه طيب يا جماعة يقول لك كلما زاد إدراكك للواقع فهالشيء يحد من مسارات المستقبل اللي ممكن تتخيلها أو اللي يمدىك تختارها وهالكلام قالوا ساترن لبوني لما حاولت تضرب بالضربة ذيك اللي هي تشويها المستقبل أو مستقبل يشبهنيك الضربة ذي يا جماعة يفترض إنها مرة مرة قوية بس إش اللي صار ارتدت إرتدت ولا كأنها شيء كأنك كذا رميت باللونة في الجدار بوف ورجعت عليك ما صار شيء طيب وش اللي صار بالضبط يا جماعة هنا إش إش ليش ليش الضربة صارت ضعيفة بالرغم من إنه التحول كان موجود يقول لك يا حبيبي إنه فاكهة بوني تعتمد على حاجتين تقريبا إن كنا فهمين صح تعتمد على إيمانها وتخيلها ولكن إيمانها أولا إش معنى إيمانها يا وجيه بناخدها حب حب المخيلة مرة مهمة في هذه الفاكهة علشان تقدر تتخيل شيء من المستقبل وتطبقه في الواقع ولكن الخيال مش كافي إذا ما كان فيه إيمان بالشيء اللي انت قاعد تتخيله إذا ما عندك إيمان يبني بمدى حقيقة خيالك أو بمدى واقعية خيالك فاكهتك راح تكون مجرد فاكهة تافهة مثل ما وصفها ساترن وكل ضرباتك راح تكون مجرد بالونات في وجه العدل الخيال أمره هين كلنا نقدر نتخيل أنا تخيل أني سيارة أنا تخيل أني عندها ياد عملاقة بسيط ولكن قدي إيش أنا مؤمن إني قادر أكون هذا الخيال بوني في طفولتها لما كانت مرة مؤمنة بوجود نيكا كانت مؤمنة جدا بوجود نيكا لما ضربت ألفة أو ألفة خبزت وجهها خبز وكانت ضربة قوية جدا ومرعبة بس الحين مع ساترن إيش اللي صار إيمان بوني قل إيمان بوني بوجود نيكا صار مرة ضعيف بوني الآن بائسة يائسة تعيسة حزينة هي قادرة أنها تتحول عن طريق خيالها ولكن ما هي قادرة تدعم خيالها بإيمان إيمان ما عد فيه بوجود نيكا بدأت تفقد إيمانها بوجود نيكا من كثر العذاب اللي مرت فيه بوني بدأت تشك أصلا يا عمي شكله نيكا ذا مش موجود شكله مجرد خيال وقصة من الماضي لا أكثر وكأن بوني تقول يعني لو نيكا موجود فعلا يا بابا لو نيكا موجود فعلا هذا أفضل وقت أنه يظهر فيه ما هو موجود نيكا وهنا بالتحديد يا جماعة صارت بوني مرة ضعيفة وعاد فيه إيمان لكن فيه خيال قدرت أنها تستخدم قوة الفاكهة ولكن بدون إيمان هي مجرد بلونة ولا منها أي فائدة بالحديث عن مدى تعاست وبؤس بوني طفلة صغيرة عمرها ما تجاوز العشر سنوات تخيلوا إنها تخيلوا إنه من شدة بؤسها طفلة صغيرة تقول أليس الموت أرحم لي طفلة كيف تقول كلام زي كده كلام كبار اللي شافته بوني أنا ما شفته في 33 سنة من حياتي شافته فيه في كم سنة من حياتها يا لطيف خلاصة الكلام فقدان إيمان بوني بوجود نيكا خلى تحولها إلى طور نيكا أو الطور اللي مشتق من قدرات نيكا مجرد بلونة هي مش مؤمنة بوجود نيكا لذلك تحولها هو مجرد خيال ولكن لكم أن تتخيلوا لحظة 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 للالالالالا تقيقة لكم أن تتخيلوا لو ظهر نيكا فجأة أمام بوني إيش بيصير معدل إيمان بوني إيش بيصير فيه طب لون معناته إيش معناته رح ترتفع قوتها لأعلى شي نيكا ظهر قدامه عن أي إيمان تتحدث بعد كذا خلاص معاد في شك معاد في وسواس صدقوني غير بتشوفوا تعاون خرافي بين لوفي بطور نيكا وبوني بقوتها اللي تعتمد على إيمانها بوجود نيكا مش بالضرورة تقاتل مع لوفي بس رح تقوم من جديد ورح تعود لها قوتها من جديد لأنه إيمانها بذالشي صار موجود وفعلي وموجود في الواقع أخ عليك يا ساترن والله إنه بيلقم والله إنه بينقهر قهر هو بس جبله طاري نيكا نيكا لحد يبله طاري نيكا تخيل يظهر لك نيكا قدامك وطفلة مؤمنة بوجود نيكا متحولة على شيء يشبه نيكا يا لطيف يقل عم تزح فيهودا طيب يا جماعة عندنا كمان جزئيتين بنتكلم عنها قبل ما نقفل المراجعة أول حاجة عودة كومة واللي 99% من الجمهور كان متوقعها أوكي زمان ممكن كان عندنا شك يمكن يجي يمكن ما يجي يمكن دراجون يمكن تيتش يمكن لا خلاص بعد ما شفنا الفلاشباك وشفنا قد إيش كومة مهم في حياة بني صار وجود كومة في الفصل هذا أو في الحدث هذا مرة مهم وجوهري وغير كده يا جماعة أمر طبيعي جدا أنه كومة يكون باقي عنده شوية وعي مرة أمر طبيعي أول حاجة فيقابانك لمحلنا بهذا الشيء قاله راح أترك لك شوية من وعيك ويعني في النار هو عالم يعني أكيد صار كده عطل أو ممكن هو سوى حاجة أو بطبيعة الإنسان صعب جدا أنك تمتص كل كده وعي وترميه في العدم غير كده كمان أودا وضح لنا أنه الغريزة لها دور الإنسان نفسه كيانه له دور له تأثير فموضوع أنه الغريزة تحرك كومة أو ما تبقى من وعيه هو أمر حتمي وكان لازم يصير أصلا وطبيعي يصير حتى لو ما برره أودا حتى لما شفنا نسخة هانكوك نسخة نسخة من هانكوك غريزة هانكوك موجودة في الدي إني تبعها على طول تعاطفت معلوفي وهي طفلة وقالت له أبشر عيوني لك فما بالكم بكومة يشوف بوني قدامه ما يحميها والله لو أنه 100% روبوت لا يحميها الغريزة رح تحركه تجاه الطفلة دي اللي أفنى عمره وحياته كله علشانه ولكن السؤال الآن يا جماعة إلى أي مدى يقدر يقاتل كومة إلى أي مدى الضربة دي القوية اللي بيفجر فيها بإذن الله وجهها ساترن وخلاص بعدها يسقط بعدها يطيح ولا بعدها يدخل لوفي أشياء كثيرة غير قابلة للتوقع 99% البوكس ذاك اللي بيجي لساترن لازم يكون له تأثير مش معقولة ما يكون له تأثير لأنه فيه غضب فيه كده كمية انتقام داخل صدر كومة قاعدة تطلع بالضربة دي اللي موجهها لوجه ساترن فغالبا بعد البوكس هذا لوفي بيكون خلص أكله وبيرجع إلى طور نيكا وبيرتاح كومة وبوني من هذا العبء اللي يقاتلوا هذا الوحش العملاق ساترن ولوفي رح يكمل الليلة بإذن الله إلا واتدخل دراغون ولا يجي كتيتش كده من اللفة أشياء كثيرة مدريش ممكن يصير ولكن بناءً على المعطيات اللي عندنا كومة رح يضرب ساترن لوفي بيخلص أكله ويرجع إلى طور نيكا وقتها كومة وبوني يشوفون نيكا أمامهم الحلم اللي كانوا يحلمون فيه المحرر اللي كانوا يحلمون إنه يحررهم ويحرر العبيد حول العالم بيشوفوه أمامهم ويهزم الشخص اللي كان السبب في تعاستهم يا لطيفي السيناريو تخيلوا إن هذا السيناريو من واحد متواضع إنسان طبيعي زي زيكم ومش زي أودا فما بالكم أودا إيش محضر لنا يا لطيف أشياء كثيرة جميلة قادمة بإذن الله خلاص دالكلام ساترن لازم يموت يا حبيبي لازم يموت إذا ما قتلوا لوفي بتقتلوا ظروف أخرى ساترن لازم يموت أودا قاعد يكرهنا 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 فيه لسبب يبغانا نحقد 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 مرة إلى مرحلة بنفجر وبعدين يطيب خاطرنا بموته لازم 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 وتخيلوا بعدين يموتوا على يد مين ساترن يموتوا على يد الحشرات أخي عليك حشرات يا جلاء يا رب يا رب طيب آخر نقطة يا جماعة اللي الناس أخذوها طقطقة مين جاب الأكل للوفي اللي يحطولك ميمز إنه جاب له أوبرا الأكل واللي جابه هنقر ستيشن واللي يقولك إنه راح طلب له من ماك كزرو آخ الموضوع صار طقطقة في تويتر ولكن سؤال غريب صراحة وما دي كيف ممكن نجاوبه مين جاب أكل للوفي حتى إنه في ناس وصلوا إلى عند كريب ولو تفتكرون كريب اللي ذاك ما أدري إش يبغى في الحياة شي غريب ذاك الإنسان موجود معانا من وين من اليوجين عصامت يظهر كذا في لقطات يعطي أكل ويفقع ممكن يكون هو وجائز بس أنا عن نفسي ما أحس أني أقدر أجزم بأي سيناريو كيزرو أوكي أنا مؤمن إنه ممكن كيزرو بطريقة ما ينقلب ممكن أحسه جائز لأنه ردت فعله في هذا الفصل والفريمات تبعه كذا ورتنا شوية ندم ورتنا شوية تعاطف وكأنه كذا إيش جات الضربة اللي خلته يصحى الوعيه إيش أي عدالة عن أي بطيخ واحد يقول عن البشر حشرات واحد قاعد يضرب طفلة طفلة شفتوا كيف ساتن ضرب ضرب بني في الأرض ضربة طاع طفلة عن شكلك إذا هذا الشي ما غير قناعات كيزرو ما فيش رح يغير قناعات كل أنا عارفين أنه كيزرو فيه خير فيه إنسانية صح أنه قاعد يخدم البحرية بس لا فيه خير مو زي أكاينو أكاينو تحسوا شر مطلق حتى مو شر مطلق يعني عدالة مطلقة إنصح الكنابة بس كيزرو لا لا فيه فرصة أنه ينقلب فيه فرصة أنه على الأقل ينسحب من البحرية إجابة على السؤال الأهم مين جاب أكل للوفي ما راح نقدر نجزم صراحة إنه كيزرو لأنه العالم طحنه تفجير وأصلا كيزرو مرة طائح وتعبان كيف يجيب أكل خل كذا الأكل كانت كمية مرة كبيرة فإذا في نظرية أنا ممكن أدعمها هي نظرية كريبو أحس إنه كريبو فعلا هو قادر يجيب ذي الكمية الهائلة من الأكل تعرفون أنه يقدر يخزن أشياء كثيرة داخله حط الأكل عنده في وفقع جايز جدا مرة جايز وإذا ما كان كريبو ولا كيزرو ولا كانت أي من السيناريوهات اللي تصورها الجمهور أنا مؤمن إيمان تام بأنه أودا قادر على أنه يسد هذه الفجوة بطريقة ملائمة وممتازة جدا وما راح يخلينا أبدا نقول أنه هبت مع أنه أودا عنده هبتات يعني بس في الأشياء الثانوية لكن في شيء مفصلي زي كذا إن شاء الله راح يكون عنده تبرير كويس جدا ومرضي ويسد الفجوة هذه من دون أي إخلاف طيب السؤال الأهم يا وجيه متى راح نعرف الجواب على هذا السؤال يعني بسيطة يا رجح ثلاثة سابيع تعدي يا رجال أوريديو أسبوع يعني بدأ كمان أسبوع ثاني وأسبوع ثالث والأسبوع الرابع نشوفها زحف يعطيكم العافي جماعة كم معاكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادم